موسيقى المعروف أنه الرياضة الوحيدة التي تحضر جماهيرية واسعة داخل بلدنا هي كرة القدر ولهذا نشوف أقوى الاتحادات الرياضية وأكثرها موارد وتخصصات مالية وملاعب ومنشآت ولوازم الرياضية هو اتحاد الكرة عكس الاتحادات الباقية وهذا شيء مع الأسف خلها رياضات عندنا تختفي وتنتهي من الساحة الشبابية بس الخبر المفرح أنه وزارة الشباب بالرياضة انتبهت لهذا الموضوع وقررت الأولمبية ووزارة الشباب بالرياضة دعم الاتحادات الرياضية الباقية واشراك بطولات عربية وآسية وحات عالمية حتى تنطي فرصة شبابنا اللي مارسون رياضات هاي ويفهموهم أنهم مواقع شأنهم من لاعبي كرة القدم وأنهم قادرين يحققون نتائج طيبة تتناسب ويا حجم الدعم المالي من الحكومة ومن الموازنة الاتحادية ويمنغوليا 29 صفر ويمنغوليا 47 صفر يقلك بلعبة الهند الحكم من كثر ما تعب من تسجيل اسم اللاعب ووقت الهدف قام يصيح هدف واحد هدف من نص الساحة حتى لو خسراني 47 صفر قد لها نقول سجلنا عليهم هدف عالمي له احتمال مستقبلا صاحب الهدف يصير وزير يلا مو مهم أهم شي يكون اسم العراق بيسمح فلدولي وإن شاء الله المشاركات الخارجية هو ايو مبيض الوجه ونرفع اسم الوطن عالي وخصوصا أنه احنا عدنا ترى منتخب نسوي يشاركوا لأول مرة بطولة آساوية وأنا متأكد إذا ما يفوزون بكاس البطولة يأخذون المرخز الثاني ويا سوريا أربعة ويا لأردن ستة ويا عشرة ويا لبنان سبعة هاي سبعة لعد لو موديت شانت لعبا طائرة بيش قدشها رجعتن يانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ونشغل باننا بانتخابات مجالس المحافظات اللغوة وطلايف رجعونا رجعونا على الانتخابات مجالس المحافظات كل من يساهم في انتخابات هذه الجوقة هذه الشردمة هذه المجموعة الفاسدة الموجودة حاليا أو اللي مرشح الآن بالانتخابات سوف يصاب ببلاء يعني يستر منه الله بلاء شديد كل واحد يذهب هذه رسالتي أكررها احذروا مرض خطير مرض صرفان العياذ بالله أمراض خبيثة أخرى سوف تصاد بها كل عائلة احموا أطفالكم احموا نساءكم احموا أهلكم لتدخلون في هذه النجاسة لتدخلون في هذه المصيبة غيري قاعد راح حارث الضاري بس لك هوب هوب يمكن حتش شيخ صح لان انا عرفه بستوته جيراني ينقل صغر مرض شحيمة الانتخابات مجلس محافظة نجته اولا مصر اكتشفوا بيه بخريان لا لا ظهر اخونا شيخ تشريني لان ما احد يعرض الانتخابات هاي بالصورة هاي غير بش اتشار لتكون المطالبات بإلغاء مجالس المحافظات مطالب المتظاهرين واضحة عندما طالبوا بإلغاء هذه المجالس لانها حلقة زائدة تعتبر في الحكومة العراقية وايضا باب للهدر والفساد ان عودة مجالس محافظات هو حلم لا يمكن ان يتكرر في العراق المتظاهرين الذين اكدوا على انهم سيقومون بالانتقام ممن يحاول اعادة مجلس المحافظة كون هذا المجلس هو حلقة زائدة لتجميد عملي مجالس المحافظات بالبلاد احدو مطالب المتظاهرين إلغاء مجالس المحافظات يعني تحقيق ثلاث ارباع اهداف ثورة تشرين عودة مجالس المحافظات هي عودة اخرى للفساد بأوجه جديدة ومن ضمنها هي اعادة العمل بالمجالس المحافظات ستكون ثورة تشرين من جديد وسيعيد الشباب ثورتهم وسيعطونا دماء كما قالوا الله شوف انا ليش احترم اتشارنا لانهم الوحيدين بهذه الدولة اللي اذا قالوا شي طبقوه بهذا في رأي وما يتنازلون عننا لو يعلقوهم برافعات بساحات التحرير ولهذا من يقلولك احنا مقاطعين لهاي العملية السياسية لا تتوقع بيوم من الايام يشاركون بيها او يحترمون اللي يشارك بيها هاستاذ قللي ما نص اتشارنا مرشحين وي احمد الوشح اوكي اوكي صح ولله صح بس النص الثاني اللي يستثابت على موقفه وليمثله الاستاذ مشرق الفريزي وهذا مستحيل يغير رائع ويشارك بيها تحالف قيم المدني الوطني الديمقراطي اللي ينظر لابن البصرة مثل ابن الانبار والموسر بالانبار اكيد خلع كلك الاسماء اللي تخبل عندنا بالانبار خلنا نسألهم دعاية برنامج فضر العساوي عمر الحلبوسي قصائي الجمويلي انا ما كاسر خاطري غير بس عفلوك اللي لا هو مستفاد من المسعود برزاني مثل محمد جبار وعلي عادل اللي لا هو سابح وشاركوا به هاي العالم بالانتخابات بحيث صاركتنا على ابو الحلاوة لا ظال تشريني ما مشارك لا ظال معارض ما مشارك بهالانتخابات المحلية لا وكما له هذا شيخ اللي مثل حارث الضار يقوله الانتخابات النجسة وليشارك بيها حالا من حال اللي عبدالله والعزاء هاي نجيسة وإيش صار عليها بالقل لعد لو بيها صالح اشقد شان شاركوا بيها يمكن حتى النساء البادية المخمرات شاركت بيها اقطع 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 الصوت اقطع هس انتذا ما حظوا لها القرآنية ما تقلت إجابة عليها قريليش بيت شعر دارمي فالشي شعبية ممكن نعبرها ونغلس عنها بس ما تقولينها قرآنية وتقلبيها بالمقلوب هاي هامد باعي انتي راح تمثلين محافظة كاملة وكل كلمة منيش محسوبة بالقلم والمصطرة بعد بعدين أنا ما جايفتين تشيني مطلوبة سلفة ومتردين حد يعرفه شو عليه سار شيني يمنع باطل إذا فستي مجلس المحافظة واحدة ثانية سمارت يقول من الأقارب من العائلة قريبة ترتدي نفس هذا ازاي وتروح تداوم بمكانك مثلا لا صعب شون صعب الإنسان من خلال نظرة العين يبين هيئة الوجه عندما تغمض العين لا تلاحظ ملامح الوجه الآن قدومي من كاركوغ إلى أربيل في سيطرة أربيل الأسايش قالوا لي ألست أنت المرشحة؟ لا أنت خموت قيسي الأسايش بخبرة الناس العاديين الأسايش جهاز استخبارات عالمي وما يكون شي يفوته وحتى لعيونك ما ظهره يعرفوك أنت المرشحة الانتخابات مجالس المحافظات لأنهم أذكياء من الله خلقهم ما تشوفين اليومنا هذا ماكو ولا خليها ولا هرب من الحكومة الاتحادية موجود مرهل تقليم كردستان اجهزة نافذ مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدهم معلومات كاملة عن أي مواطن عراقي بما فيهم المرشحين لم تجارس المحافظات وجربوا ياسا وقليوا لهم انطوني نشاط المرشحة نور العزاوي وشوفوا معلوماتهم مش قد دقيقة ومغمون شميكم صفر ما تعرفون المرشحة نور العزاوي نور بعمية الانتخاب حقك أن تطلبين من عدن وتنازلين بنتج ومن حقنا إحنا أنه نوفي هذا الموضوع بيوفي ثوجته أخدكمهم عمر فازت بسواطها محبتها للناس وهي عرض برلمان على قامة بركة الله عدنا ابنيتنا وأخدنا ابنيتنا نور مرشحة على مجلس المحافظة هي ما محتاجة كل شي وإن شاء الله أخوتيش عمامج لواحد يعادل قليل جامعة المحمد أميني جورجيني مرت كريستيانا رونالدو مرتجحة في جالس المحافظة بس لحظة لحظة حتى ما يختلط الأمر مثل ما تيهت أنا بالبداية ست شذل عزاوي نائبة بالبرلمان نور العزاوي اللي مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات صير بنت النائبة شذل عزاوي لا خلاوة ست شذل عزاوي ست شذل عزاوي نائبة واستخدام سيارات الدولة ومواردها حتى تروجين البنتش نور العزاوي يسموه استخدام سيء للنفوذ والسلطة والناس تريد الواحد اللي يخدمها ما تريد الصوت الوحدة لمجرد أنه أمها نائبة بالبرلمان العراقي إذا صعدت نور إن شاء الله بخير وسلامة للمجلس أكيد يخلوا لها مقعدين واحد إليها واحد لمهن أما إذا صفت جلسة أعضاء مجلس المحافظة بنفس يوم جلسة مجلس النواب وصار تصويت رئيس المجلس يقول له هاست نور يو لحظة لحظة ألو مامي هذا رئيس المجلس لحني خلنش مع أسئلة العالم صدست نور شغلتنا دي أمو يا معمر شغلتنا من الأخت نور نصبح من الأخت نور على أي كتلة شنو سيفي شنو مشاريحها ش راح تسوي معقولة ما تعرفون إنجاز ست نور العزاوي ست نور العزاوي وبلا فخر أدى بحدود 3-4 مليون متابعة على الانست لا وتضمح تكمل المليون هاي السنة وشوقت ما تفتح الديك توك تلقى محاضراتها عن البوتوكس ونفخ الشفة موجودة بكل مكان شا تريد أكثر من هذا شا تريد؟ يعني لو أنتم إلا المرشح يروح بصف المنهولات ما المجاري يصور يمها يالا تقتنعون بجهوده السؤال باستطراد معين يعني اليوم حضرتك مرشح إن شاء الله مرشح تمام يعني أنا استغربت أنه اليوم دعوتك صارت بخصوص هيك موضوع وهذه المياه السغيلة اللي ذات لاحق أنا أدعوكم للانسحاب من هذا المكان الساد مصور منسحاب لا 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 أنا ما أقدر نوقف حقيقة لا تسمع لي الموضوع صعب الساد ما نقدر نوقف لا 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 بعد بعد استاذ عاني أدت لو بدل هذا الحجم صلح البوري ومروج نفسك أنه أنت الوحيد اللي حسيت بمعاناة الناس ومشاكلهم تدائم من هذا البوري المكسور موحسن لك من هذا المقطع اللي لا أنت مسوي البوري ولا أنت اللي ماخن المصور على صفحة حتى تصور بشرفك لي غاد شوية بشرفك لي غاد لأن المصور والمرأس راح يغمع لي من الريح بعض الدوائر ادعت أنه هذا المياه هي مياه لصرف مياه الأمطار العفو استاذ شوي تعال هنا لنا سيارة وراك خاف يضربوك ويحسبوك علينا في دال كاسترو على صفحة شوي لكن اللي لاحظناه والفيديوات اللي أرسلت عفوظ خلت فوت السيارة هي فيديوات تظهر أنه المياه اللي مستخدمة واللي دا تستخدم في هذا الأنبوب الناقل شباب كمامة كمامة لو قنينة أكسجيل للمراسل اختنق إيه استاذ كمي مع الأحزاب المتنفذة دا تعمل من أجل أذا ما تنطوني رشوة هذا الطفل اللي انسحل شنو استاذنا العزيز ولا وقاطعك شوية تعال لي جاي تعال وين الطفل اللي انسحل يم مروح لأن انتوا واقفين بشارع تجاري وكل ساعة شوية جاي السيارة لأن بسبب لقاكم هذا لازدحام أصلى أبو غريب شوية شوية دينا خلينا نتقدم من السلطة نعم من أعلى سلطة لقرض رفح هذا القنطرة جيد احنا هاي المناشتين الموجودة اليوم اذا احنا أهل أبو غريب ايه عاشة تيدك هتش وقفتك صحيحة طبعا احنا كلش نعتذر منك كمّل استاذ كمّل انه احنا بأجواء معينة تخص استاذ رحمل والديك تعال شوية على صفحة خلي عبره بالبيكوب والتسويق الاعلامي وما شابه ذلك تمام لكن انت اليوم جاي بخصوص مشكلة تخص المواطن ليش هو المواطن انت مجال وكلسة واحد منهم شافة الشارع بدقلوا انتشلبت ومو مرشح يريد يسوي لقاء تلفزيوني حتى يروج الحملته الانتخابية بلك يفوزوا ويقلوا بمنطقتكم بـ 360 درجة أشو لا تساعدون الناس ولا تخلونا أحد يساعدكم هادري يا ساعد انت الثاني يعني تعفت 460 ألف كيلومتر مربع ومساحة العراق الكلية وما صورت صديق جديد بس يلا تريد الصديق هم أفضل من ما مراشي حوي يتقدم اللي قبل شاميان من ضربة عجيب اعتقد بعد سنين طويلة لو تصحى مني لو ما تصحى للأسف أكو من يسعى إلى عدم استقرار البلد وأن يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية الأيام الحلوة بتعدي في سواني ما أقول غير الله يكون نبعون جمهورك أمان على إسراء العبيدي رافد العطواني لا يوجد رابح بهذه العملية خسارة للوطن السيد الحلبوس حقيقة يا أبو الله يصبرك الله يصبرك طبعا رافد العطواني حزين على الحلبوس هي أكثر من زوج تنوار عاصم رافد العطواني كوي رافد مو كتلقات كلش لفل في راسك مش ماغ مثل هذا وخابر قرائبك زهري العطواني قل له يا كقوك رافد العطواني تناوش لأقرب حتى يقرالي لا 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 الحلبوسي الحلبوسي المعروف وإخلاص وحبه اللي علموتكم ربط الليل بالنهار مبحة بالله ولا شفيفة لا 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 من خلال جلسات البرلمان اللي كانت تبدي بالعشرة بالليل وتنتهي بالأربع الفجر بحيث برايا كان خلي الناب وعنود الأسمر يحلو نسوه وكل هذا لتخيط اللحمة الوطنية بين أبناء البلد الواحد لا لا انطوني مسؤول واحد نظر حياته كلها حتى آخي بإناثنا يا أخي خلقك المتنى واحدة وصفنا واحد والله العظيم والله على ما أقوله فيه في مرحلة ما كان الحلبوسي طاني مثلا أكتب تغريدة أقول أنه أحنا لن نكون طرف النزاع الشيعي أو في تنازع الشيعة على من يكون رئيس الوزراء أو أقول ليس من مصلحة الشنة أن ينميلوا لطرف على حساب طرف آخر كان يتصل بي يقول لي إن شاء الله يكتلن بعض فرصتنا الوحيدة إن شاء الله يدعب حسابنا لا أحنا ننصر طرف على طرف شوف أبو يزم هذا الحتي شائع من الممكن جدا نصدق بي لو ما كان الحلبوسي داخل بالتحالف والثلاثي اللي أحد أبرز أقطابه مسعود ورزاني المعروف بدفاعه عن الوحدة العراقية والوطن الواحد المصيبة أنه رغم كل هاي الحقائق وهاي الفضائح ليها سيكون ناس يشبه لك ذول الطائفين والانفصاليين بجبارة وغاندي بحيث يخليك تضطر تقول لي بس يلا على قولة وعلك فهوري صفحة وطويتة من عمري ورميتة ليه أنت حق الحلبوسي بركب قافلة أبو هيب الكاظمي وبرهم صالح اللي من واحد هسه يسألهم أنت وينو يقلولي أنا المنسي أنا الثالو يوالله الصعلو فياريت لكنت على الدرس إنه ماكو شي على حالة باقي أبد باقي وسيبقى باقي وسيبقى صمام أمان مو فقط للمكون لأن المكون إذا تعثر وضعه إحنا أكثر من ثلث العراق بس الأنبار ثلث العراق إذا صارت كارثة في هذا المكون العراق كله يشتعل طبعا موقف الأستاذ عبد الكريم عقطان يذكرني بموقفهم اللول ترى حتى لو محمد الحلبوسي طلب من البرلمان وراح يطلع من قلوي باقي باقي على قلوبكم أكيد وبدون نقاص راح يبقى بس بقلوبنا مو رئيس برلمان أقلكم أنت ليش تشذبون تشذبون إما أننا أمو وصدقوه شبه شبيه الحلبوسي قلت ليه طمام أمان بعد وخميس الخنجر شيني دارنا في سفاوس زعيم أهل السنة والجماعة جناب الشيخ خميس الخنجر إيه ومازي من يم أهمي صيحاني زعيم غصبا أن اللي يرضى ما يرضى عاني زعيم سنة وأحسن زعيم وأنظف زعيم في السنة طبعا الجماعة هنا يذكروكم مسرحية بيته وخمس بيبان رب أنه أبو سرمت كان مطلوب أربع أرهاب وأبو مازن كان مسجون على تهمهم فساد واللي يسميه صمام الأمان طلع من المنصب بتهمة جريمة مخلّة بالشرف معاقب عليها وفق المادة كانوا 89 وهي جريمة مخلّة بالشرف نعم يسقط مو بس شخص سيد الحلبوسي يسقط تقدم فيه فيه مو فقط بالأنبار على اعتبار هو المرتكز الأساسي لها قد تمنع من مشاركة العمل تنهي عمل سياسي للأبد هو اللي يعني زعيم حزب نحن أمة ما يحق لي رشح حتى على منصب مختار منطقتهم بالرمادي الله أكبر يا أبو يا أبو متنس سام الرائي اللي يذبح العراق بالبوق مثل ما قال أبو مازن خلوه رئيس لجنة مالية مولا مصطفى البرزاني اللي يشتغل عميل للسوفيت وللموساد سموه زعيم الخالد وسوه له مقام أكبر من القنعة اللي يبانيها بمرتين حتى بس يعرضون بها الباسة وشروالة وانت على قضية تزوير صغيرة لا راحت ولا أجت إليس قولك جنحة مخلة بالشرف واللي ما لاحت حتى حكمة العاني قدر الغادرون وابتدأت المنازلة الكبرى الله أكبر الله أكبر لا 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 هذا الموضوع ما أعتقد راح يمر مرور الكرام الله ليستر وزلزال سياسي كل الوزراء انسحبوا هناك أنباع عن تقديم استقالات من وزراء حزب تقدم اعتراما على قرار المحكمة التحادية استقالة ممثلية الحزب في الحكومة الاتحادية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميل وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجل وزير الثقافة والسياحة والأثار الدكتور أحمد فكاك البدراني استقالة ممثلية الحزب من رئاسة ونواب ورؤساء اللجان النيابية المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب بجلسات مجلس النواب خويني أحمد فكاك وخالبتال ومحمد تميل هميل لا 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 هذا صدق ززا سياسي لأن أي دولة بيعيشي شخصيات عظيمة وعلى لحظة يقدمونه استقالاتهم يقولني يا راحتبي وما من الممكن تقوموا لها قائمة شباب سكتوا لحظة بس خنكمل البيان كما ونعهد أبناء شعبنا الأبي الكريم أن نبقى ثابتين على العهد أن ثوانا في الدفاع عن حقوق أهلنا وأن تلك المعرقلات الأنية لن تفت في عض الأمة ولن يكون بوسع اعتراض من سيرها ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر آمن مزدهر سيد الرئيسة ترجاك هترجاك لا تقدم العملية سياسية هسوزر الثقافة مو مهم أخذه لأن كوبوشار مرصوصة بي ثقافة العبودية والبعث يعني لو مو نجيب لأحمد فكاك لأن هذا لو ربك يجي بيصير مثقف لو ربك يجي بس بشرفك أماش عليك المحمد ينطق الزوج بن راشد و بن سلمان و أردوغان أنت أخذ زيتون الدليمي و أحمد الفكاك و نور العزاو و أمها شبا وأنت تترك لنها خالد بتالي و محمد تميم و رواء و سجاء بعد أنت ما فكرت بالمساكين دولة مين يعيشون هسو الله خالد بتالي و رجال أستاذ جامعي رجع يدرس خصوصا بس إش لون بني عايش حياته كلها زاهد و مقضيها سلف و ديال مثل الدكتور محمد تميم سجاي ابن فندق و يريد يسوي سبع نجوم و وين ما يقعد يقولهم والله لا هذا سوي سبع نجوم بس و كمال و ثلتة أربعة كمال بس هذا ممكن ما ندر بي وين بصراحة بالضبط بس ما ندر عشاط يمي الجسر بصعد الجسر ما ندر نص الجسر يعني هي شي حسب الوصف ما نم عصورة بس هو ميلي الواحد ما عنده ستفلوس من دخل الحياة السياسية و هسه يبني له فندق سبع نجوم و خمس نجوم أخوان أخوان بس لحظة هسه الواحد من يتوفى أبو مو يحط لحبي يترسم ويه بثوابئ و اللي وضع المادة شوية أحسن خليه لبرات على الكهرباء محمد تميم اللي شغل منصب نائب رئيس وزراء مرتيا رئيس لزنة مالية أربع مرات وزير تجارة سابق وزير تربية سابق وزير تخطيط حالي شو يسوي بثواب أبو مثلا يحط لحبي و يقول لي فبقونيه شو ينفاص سواء لفندق قرب وتليل الله تعالى صدقة تنجاري إلى والوالدي يا سلام على التقوى بعدين ترى هو كله جرت فندق سبع نجوم بقيمة أربعمائة خمسمائة مليون دولار ها من يركب سيارة طلع سرمت سرمت ابن خميس الخنجر اللي أولا مسجاء كل همش يون يعبر المرحلة الأولى بلعبة الطباخ اليوم عنده قناتين فضائية ومشروع فندق برعاية قطرية مو تقول لي محمد تميم اللي ما عليه يشوفت فساد وحده حصلنا على عينات وتبيننا أن القضية القضية المسكت الفاسد حصل في عهد الوزير السابق محمد علي تميم عقد بين وزارة التربية ووزارة الصناعة نهاية عام 2011 هذا العقد لبناء مدارس نظام البناء الجاهز الكونكريتي الوزير التربية كان السيد محمد تميم السيد أحمد الكربولي كان وزير الصناعة وزير التربية أحال العقد بقيمة أكثر من 800 مليار دينار إلى وزير الصناعة اللي هو بنفس الكتلة اثنين هم مع بعض طابوقة أو شلمانة ماكو بهاي المدارس مشروع وهمي فاسد مئة بالمئة حلو 800 مليار طبعا هاي غير صفقته البسكت الفاسد لا هو أبو جاسم مقدم استقال اعتراضا على قرار المحكمة بإنها عضوية رئيس حزبة لينه ومزور يا حرامية يا أولادك هل بس العمالة مو كل يبتقدم محاد شبهة ملف له حرام لا لا أنا ما أسمح لكش دليل وجود وزير الصناعة الطاهر خالد بتال واللي الزغير قبل الشبير يحلف ويسولف بنزاهته وسمعته البراقة لأن ما مد إيده على فلس حرام موحد وزارة التقطير في خيادة بتال تصر على أنه الموضوع قيمة يجب أن تصرف تسعة مليارات وزارة الصناعة وين شيخ وياي وين مبشر عن النظال وبصفة وزارتين عملاقة بقيدها أكبر منعتها اللي هي التعليم العالي والبحث العلمي يمت القاعد شاد محطة مع الكهرباء أنا خدية الدني الوزارتين اللي هي أكبر من الصناعة في ثلاث مليارات أنا أخو والله يعني أبو الولد من كانوا وزير في زمن الكاظمي صحفت له سبعة مليار وخمسمائة مليون دينار وبدل ما يحاسبوه ويقلوه لي أنت سارق أنت حرامي رزعوا وكرموه وخلوه بمنصب وزير صناعة شنون ها قبل لول شنون وهي واحدة من محاصن المحاصصة اللي الله نعم بيها علينا بعد الآثين وثلاثة واللي خلت رئيس الحزب يجيب الحرام والنشال ويفرض عليك غصبا عليك المحاصصة بحد ذاتها مو عيب نتهم به النظام السياسي العراقي لا يا بأ من يقول المحاصصة عيب أصلا لو ما المحاصصة شاماش منه شكولات شخصياتكم المحترمة من أمثالك تال ربعك واستفادين من خبراتكم ومهاراتكم الطيبة بتطوير الوطن وكيد هذا الحشي وزير الثقافة إيدا الاستاذ أحمد الفكاق لأنه هو وياكب نفس تقدم محاصصة أنتجت الفساد الفساد أنتج الإرهاب الحمد لله على السلام مع الوزير طبعا اللي ما تدرون به أنه وزير الثقافة يداون بالمطار يجي يبصم ويرجع ولك هلولا شين الوزراء تقدم يعني كما يقول الدارج العراقي واحد يجرب الطول ولا يجرب العوض رئيسهم طلع من المنصب بجنحة مقلة بالشرف بسبب تزوير والوزراء اللي عليهم تهم فساد شبها السرقة ووزراء واحد بشمال واحد بالجنوب السنة هيش رقم يعني السنة كلهم سنة سز عفوا يعني كرقم سياسي السنة كلهم صفر وبلين إحصان يعني اللي يضامن ويأولي نعمته يصير سز على الحاجي المفرض مننا وراحي نسميك عمر سز لأن شوقت ما نجيك نلقيك تزحب بالسيان الأولي نعمتك وزعيم الأتاري محمد بن منشار سافل بالعكس أنا أشوف الجماهير اللي يضامن ويأ جماهير واعية ومن ضبطة ومن حقها تعتز برموزة بالطرق السلمية والطرق الأصولية اللي ما تزعج أحد ولا أتحدد السلم المجتمع لأن الأنبار تعتبر بيئة آمنة أتحدى رجال يشير مسدس بالأنبار يا معاوش يا أخي يشير مسدس سينو ديقلي تفتر الرماد من الطول لطول تشوف لك واحد شاهده يقدر نفيه اسم ربع لوقا زوية ناس متحضرة تكره لغة السلاح بهذا الصور تمنع دخول حتى المسدس أبو الميلي الأنبار شتحش أنت ظهر من مقاطع فيديو ومتداولة أن القائمين بإطلاق العيارات النارية محيدون لمحمد الحدوسي رئيس البرلمان الذي تم أدخائه إطلاقات نارية بأسلحة خفيفة ومتوسطة وعبارات معيبة نقلتها فيديوهات صورة لحظة مستيرية حرقة كل شعارات اكترام القانون والفرص على الدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس لحظة 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 بس شوية خنفتين بس شوية خنفتين ولقها العالم مين كانت من طبة داعش يصير دولة نفسهم داعش بس مساويين نفسهم زعلانين على حلبوسي وشيخ ابراهيم يقولي اتهدق تلقى عشاء المسدس بالرمادي شيخ ابراهيم لا تزعل مني انت تسرب وتسرب نابات شفية حتى ننشد على رواحنا شيخ بمفهوم الدولة هذا نسمي سلاح منفلت متمامة براكات السلاح المنفلت بشقين الشق الاول هو لدى جهات ترتبط بشكل او باخر بين الفصائل المسلح والثاني مجموعات قد تكون اجتماعية ممكن عصابات وممكن حتى عشايا كلهم من لون واحد وبصراحة اتحدث كلهم من اخواننا وشركاننا الشيخ سيادة الرئيس بس حتى من اطلعت شذابين الي يسيلك عن هذا السلاح المنفلت بالانبار قلنا هذون عشاؤر الجنوبيه ببنات مطلابه فقدمولنا طلب باستضافة المباراة واعتبار الأنبار أرض محيدة فicana او جيب لك واحد من الواحك تقدم ويساوي انه خبط ويلزك الموضوع نسمع شيء؟ وما حصل في القرمة تعقيبا على سؤالك يعني اعتقد في البصرة ايضا قبل ايام حصلت حادثة قتل وايضا الدقات العشائرية وغيرها يا معاود يا معاود قلت لك خبط ويلزك بس موهيش موهيش اه ايه امير رجل عبيد ده افترض افترض باشر بالبصرة العشار احتضنت مجموعات ارهابية كون العشار بالانبار هم صير حاضن لا امه هم بالالفين والوطن صار الحاضن افترض العشار بالبصرة ضموا الامه جرم كون العشار بالانبار هم كون يضموا لا امه يا عشرة عبدالله الخربيط لفصوا الدام وعشرته وضموا عمي نصيح الوجه الله عوفوا السياسين وحيروا بانفسكم لا صيرون حطبوا لهم واذا شنتوا خائفين على الحلبوس اليوم وخورين علي اللي ينظر واحده ترى بوريكار سواء لخمرة تخليه تحكم بالكونجرس الامريكي ومو بس بمفاصل الدولة اذا ما بدأ فعلا من هل سبيل شغل اذا ما تم مراقبته مراقبة تحركاته وحركة الاموال ومراقبة الاشخاص الذين زراعهم في المؤسسات الامنية ومراقبة مواكب الامنية التي يمكن ان تقوم هي بالمرور على الحواجز وتهيئ لتفجيرات او لعمليات اغتيال واني هذا عندما ييأس الحلبوسي ربما سيذهب الى اتجاه الفوضى او احداث لا لا ترى حاجك هذا بيتجنى واضح على الحلبوسي حس اهن وياك انه ايده واصل كل قطاعات الدولة وعنده قومة فلوس بس متوصل لدعم ارهاب وتفجيرات بعدين انت بحياتك شايف رئيس مجلس نوات تحول الارهاب وله فضل شاكر كان مطرب وراعي كيف ومزاج وتالي صار سياسة ميتحول الارهابي بس هاي ما صار ي REHADن بالعراق سياسة يصير ال باعتبار طارق الهاشي منطلع من السياسة اشتغل كهربائي سيارات ماشي ماشي اجباك بس العشار بالرمادي وجهائه يرفضون الاعمال الارهابي يرفضون قاطعا وما من الممكن يطالعون الحلبوسي على اي مخطط الغاية منه زعل زعة الدولة حتى لو تملكوهم أمال الدنيا كلهم وهذا شفناه بالاعتصامات السابقة دا حكي رقم سمعته في بورصة التظافرات في الأنبار اندفعها والله حقيقة اللي سمعته أنا مو أكو شيئاً أكو سمعته وكوشفته زين أثنينات نقولي أكثر رقم والله اللي سمعته تقريباً يعني بحدود المعرف كان 95 مليون دولار 95 مليون دولار يعني كمو هاي 95 مليون دولار لا وتلوموهم ولك عمي عبدالغافور السامراية على ثلاثة مليون دولار حتى بيت الله باقي 95 مليون دولار شوف صدا مش قد عزيز عليهم بنص هذا المبلغ ينبشوا لك صبحة وسلموا لكها بالإيد بس تعال عن أن يندوقني صر هذا التحول بعلاقة الحلبوشي على حاتم سليمان حشوه من كان بأربيل 24 ساعة يسبيه وفجأة يتحول صديق ودعم للحلبوسي شن قصة متعرفنا لما يجع علي حاتم في بداية الأمر كان هجوم كبير من الحلبوسي ضد شيخ علي حاتم شيخ علي حاتم رجع للأربيل مقار سكنة واللي بعدها التقى الحلبوسي مع البرزاني قبل تشكيل الحكومة في أربيل أربيل وجمعهم البرزاني وطلب منعدهم أنهم يرجعون للأنبار ويبدون بمشروع هو مشروع أقليم السني لكن يبدوا بمشروع أقليم الأنبار الكلام اللي موجود بيها واللي كان يأجل الحلبوسي بأصوات بأصواته بصوته يظهر بيها بس يقول لها نعم وكذا لأن التشجيل الصوتي يجاني ورح أقول لكم من يجاني هلا والله شوفوا منهم صالحهم خامط النفطات مشقق المحافظات مفرق الجماعات اللي يمسل بهدوم الجيش والأهليات ملك الملاهي وبيوت الدعارة والبارات أنت أصلي أصلي والله هذا ممسرور قوله فعل ودخله إيده بشغله ما يعوفه ليس ويخلي كل واحد جوه نجمة بحيث منعينه يشوف البلد مثل منتخب العراق للرقبي كل من يلعب كثير في أقليم السنة وأقليم الرمادي على مشروعة مشروعة سيادة من الخمسينات بس ما أعتقد الحلبوسي يسويها ويشارك بتفتيتي البلد أكو قانون وأكو دستور التزمويانة بالقانون والدستور أهلا وسهلا ما التزمويانة بالقانون والدستور نحن في حل من أمرنا معهم نحن في حل من أمرنا معهم لا أظهر مشروع مسعودي البرزانة في طريقه للإنجاز بس هذا يحتاج لناس طائفين وغاسلوا وجهها ببولد وهذه المناطق خالية منه تشكات أرى اليوم هو راجدي للسنة يعني مثل ما تشوفون من ألفين وثلاثة لليوم فقط مع السنة والأكراد يعني هذا الإجراء بحد ذاته هو قمة الاستهانة بالمكون قمتوا اليوم تشوفون بواحد منكم وبيكم ما قاعد تشوفون بالعدو الحقيقي حصلنا لهذه المرحلة قمتوا تفرحون يعني على ضربة واحد منكم وبيكم اي 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 مو صحيح مو صحيح تشوفون لو تنشرون على واحد حرامي مثل عبدالقادر العبيدي لو أرهبي مثل حادث الضاري لو طائفي مثل عدنان الدليمي لو مواق مثل سعد كنبش لو قاتل ودكتاتور مثل صدام لين هذول منكم وبيكم لان انا اريد اسأل وزارة الداخلية على هذا المحتوى واقول ايش فرق عن المحتوى اللي تقدم عنود الاسمر ومفهد وعلي الشريفي لين اثنين اتم يدمرون المجتمع ذاكا يدعو للانحلال والرذيلة وهذا يدعو للخطف والقتل والتهجير وما اعرف مثل هيتش ناس شو وقت قلوبهم تنظف ويحشون للحقيقة مثل ما هي وانه الحلبوسي هو اللي اساء النفسه واساء المحافظته وجمهوره وشي طبيعي الناس ترفضه وترفض وجوده بيناتهم ونصيحتي للحلبوسي يشوف الاديرة ثانية واستقر به لين ما اعتقد الناس اللي بره ما ديه راح يسامحوا او يعفون عنه بعد الفضيحة اللي جابه اليهم موسيقى 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 لا ظاهر احنا ظلمنا للحال بوسي لان اللي يشوف التفهاب الجماهير عليها واستقباله بهاي الحشود المليوني يتأكد انه الرجل هذا خدم اهله وناسه وسواله منجازات عديدة ابرزها المجاري صحيح بشيته تغرق بس بالصيف كان هورد مطار دول ضخم بحيث تكلفة بس السياج الخارجي بسعر محطة ناس الفضائية هذه غير الدول الكهربائي والفلخم والحصان و الأعمل هذا كله هو رفع مستوى الدخل السنوي للمواطن الأنباري ناهايك عن انه اختيار الأنبار كأفضل رابع مدينة في العالم من ناحية العمارة والأمان اللي بيها وإلا تعقلوها الناس ترحب شخص بهذه الصورة وكل ما نسوي له وخصوصا هو هاي المحافظات اللي كل واحد تطيطي انت بخدة وما يعرفون لا يجاملون ولا يداعنون ولا يتلوجون لأحد عبد وزارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا هو وزير الثقافة نفسه ولا رئيس حزبه بحيث كان من ضمنه الزعلانين على المحكمة الاتحادية اللي انهت عضوية تاج رأس الحلبوسي ولكم يا الله على العموم احنا نظل نأكد ونوصي انه تشجيع مطلوب وحافظ قولي المسؤول بس هذا ما يعني انه اي واحد نشوفه نزلغ رواحنا ونتلقاء بالهلاه لحظان شنو شنو ويقول لكم لان المسؤول اللي ما يقدموا ما ينفع اهل اوناسه ما يستهل اللي نعمل بهذه الطريقة دهك يالله يالله هايلك جعفظ هو احد اللي لازم يصير ويكل سياسي ومسؤول فاشد وصارق وحرامي لان كأثي ملينا وتعبنا وخلصة رواحنا من المجاملة والمديح الفارق حتى هاي الطبقة السياسية تعرف حجمها بعيون شعبها وتعرف انه بس الناجر هي هوسوله ويصفقوله ويحلفون باسمه مو يا اهل يجي صفغون بي وانجازاته ومن يبوقهم ويفرج الفلوسهم وممتلكاتهم وطيح الفاس بالرأس يقولون ها ها لحقون نخلصونه شرفكم كافي شرفكم كافي يوميا صالعلكم ديكتاتور شخصوا صح اختاروا الناس الشرفاء اللي يتمثلكم وخلوا صوتكم واحد وكلمتكم واحدة اللي يشتغلوا لكم ويدعموه وصيروا لحزان ظهر واللي يزاغلوا وياكم اللي يزموا قحطانوا قطعوه على راسي يعني باختصار اثبتوا على مبادئكم مو ناس تهلهل وترحب بالحلبوسي وناس تطلع بالقنوات تقول ديكتاتور وناس تطلع متدر بيه شتري كل ساعة شكل اهنب الانبار راضين على الحلبوسي والله من ورا شو شارت الشكم واحد لابس عقال تشذب وشايل عباته دعا الحلبوسي راح يامه انا حتشيت قبل الشكم يوم بيه السيد الحلبوسي قلت لها يا ابو يوسف واني مسؤول عن كلامي وادع تشعلها وبواشرة قلت لها يا ابو يوسف خل اللم الناس خلفت ذهبه وصمعه بالبلد يهد تجي وقال لك دربالك الحلبوسي يشيلك الحلبوسي باب الحلبوسي مرب العالمين الحلبوسي جاية ما راح يظل شهر شهرين ثلاثة بالزايد وراح يقولكم فيما الله وش اكوى حد عينا راح يطب السجن لانه فساد اللي قسم من العيان هم ستنا يعني قام ما يرحكش بيه بعد عيب رجل ده يشتغل محافظة وكفت على حيل لا احنا شننا يعني بصراحة يعني انا ما ريد اقول لك يعني اي ما المهندس لعمار ما مهندس لعمار يعني انكشفت الصورة الحلبوسي لا الحلبوسي اشتغل الرجل جمعكم وقال لهم جمعهم وقال لهم تعالوا عمي ش تريدون من اللامبارتو تيدون عمار هاي عمار تيدون تر امين هاي عمين الدكتور اللي اللي عده احشاية وياهم على فحص طب وتقصير وهي وادخلت احدى النساء التابعات للحلابسة وهم ما لدي اذكرها مني وتعرفوها يحلون الدكتور يشيلوا ويحطوا وين صندوق ما اكويت حتاية شيخ ابراهيم يا معود يا معود تدري الشعب من شاف تبديلاتك قام ويصيح ابراهيم ارحمني لا 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 انا متأكد هاي التقلبات ما جاي من فراغ ابد داك نعم ايتاهو المسدس راح ياخدوه خاب يا ايتاهو تلعب عليك انت قاعد لا 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 امرخصتك لا لا امرخصتك يا تاهو قاعد نتبقى من هاقين تشرب وملاهيك وثقرك لا ارجوك ارجوك استاذ ارجوك ارجوك استحيقنا خلينا نتحاول ارجوك 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 ورحل ابو السيارات التطوحة اسكت لك اسكت لك اسكت لك ارجوك 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 ان حكمة صالح الناس وصالح مكتسباتهم ومصالحهم يسوها محكمة عادلة ومحكمة لزيه ووطنية وتحكم بالحق والعدل وما تجامل وما تدهن على حساب الحقوق العامة وان حكمة وفق المواد القانونية والدستورية اللي ما تخدم البعض يسوها محكمة مسيارة محكمة طائفية وتابعة الدول الإقليمية وتتحكم بها الشخصيات الفلانية والشخصيات الإعلانية ونسأل ان هاي المحكمة محكمة وطنية تستمت قوتها من دستور الدولة وما تخبع بقراراتها لأي جهة داخلية وخارجية وانه طعن بنزاعتها والتشكيك بحياديتها هو طعن بسمعة الوطن وطعن بقوانينها وانظمتها وكلكم تعرفون اللي يقبل اللحشاء الموحلوة على بلده ما عنده مانع يبيعها بأرخص سعر وأرخص تمن ومثل دولة ما لهم مكان بيننا صباحا على خير اشتركوا في القناة